السلام عليكم نرحب بكم ثانيا في الجزء الثاني من الفصل chapter 2 في مادة الديجيتال كنترول اليوم هنتكلم على الانفيرس في زي ترانسفورب الانفيرس للزي ترانسفورب زي ما حكينا المرة اللي فاتت فيه له ثلاث طرق بنعمل فيها اول واحدة الطريقة اللي اللونغ ديفيجين او السنتاتيك ديفيجين او او الباور سيريس باستخداء الى الزي طريقة التانية اللي هي بنسميها البارشر فراكشن اكسبانشن والطريقة التالتة اللي بنسميها الكمبليكس انتغرال او اللي بنسميها الريزيديو ماتد الان اشهر طريقة احنا بنستخدمها اللي هي طريقة الايش البارشر فراكشن يعني لو جينا طلعنا هان على الاي و زي اللي هي عبارة للستيب بتساوي زي على زي ماينس اي وهذا قولنا بتساوي واحد زائد اي زي ماينس واحد زائد اي سكوير زي ماينس اتنين وهكذا الان لو جيت اخدت الانفيرس لهذا زي على زي ماينس اي فلاحظ انها بتساوي اي تدكي وهذا موجودة في التابلز اللي موجودة عندنا في الزي الترانسفورب الان عادة لو طلعت على التابل بلاحظ شغلة معينة دايما موجودة ايش هي في عندي في النوموريتر زي فانا لما بدي اعمل بارشي رفراكشن ايش بدي اعمل بدي اعمل حساب انه ترجع عندي في النوموريتر زي لانه لو ما رجعتش ايش هيصير عندي هحط هذه الزي وهيصير عندي دي لي يعني هذه عدم موجودها هيعمل لي دي لي في السيستم بوان سامبل فانا عشان ما يصيرش عندي هذي الدليه بعمل هذي الخطوة الموجودة الخطوة الايش بدل ما قبل ما اعمل بارشي رفراكشن بعمل اي و زي على زي وبعدين بعمل بارشي رفراكشن يعني لو جيت اطلعت على الاي و زي هان الاي و زي معطاة عندي على واحد على زي ماينس واحد في زي ماينس اثنين حطيت هنا حاجة انا بالعمدان اخترتها ليش لانا عشان اقول لك لو ما فيش زي انت بدك تحط الزي يعني هنا ما فيش زي فانا ايش عملت هان حطيت زي على زي فبدل ما عندي اخره البعض الزي صار ايش ثري thaرم ايت thinks الموجود و قدم عملت اي اي في زي على زي صارت بساوي 1 على زي في زي ماينس واحد في زي ماينس 1 تنين عالرق من الصيغة الاولة اي موجودة ايش عندي واحد على زي ماينس واحد في زي ماينس 2 اللي هي تو تيرم هنا ضفط الترم التالت عشان ما اضيفش دليه بالسيستم الان هذي ايش بتستوي بدا Или اعمل ثري بارث هاده الساوي اين على زي وهنا B على Z-1 وC على Z-2 لأنه لو عملت البارشير فريكشن هلاحظ A بتساوي نص والB بتساوي واحد والC عندي بتساوي والB عندي بتساوي واحد طلعت تطلع واحد والC عندي بتساوي نص هذه لازم تكون C مش زي فبصير E في Z على Z بتساوي نص في Z بلس ناقص واحد على Z-1 بلس نص على Z-2 هذه ناقص واحد برضو نذكر الصيغة الموجودة هان هي الصح للثلاثة الآن بدي أضرب في Z لهذا ايش بيصير عندي هان الزي مع هادي بتروح بدي يصير عندي هانا نص هانا ناقص Z على Z-1 وهذا عندي زائد نص في Z على Z-2 الآن سهلة هادي النص عبارة عن إيش عن نص في دلتا كي لما نعمل الانفيرس إلها هادي عبارة عن step input بدها تساوي منس U of K وهادي هاي النص اللي برة وهادي ايش بتعطيني 2 to the K كويس 2 to the K هادي U of K الآن النص عبارة عن إيش 2 أص minus 1 minus 1 وهانا K بدي يعطيني K minus 1 عشان هيك لقيتها تعدلتها يعني هانا خطوتين بخطوة عملناها لأنه هادي مفروض نص في 2 to the K U of K وزي ما حكينا النص عبارة عن إيش 2 أص minus 1 minus 1 بنترحى من الكي بتعطيني هادي الصيغة فهذا صيغة البارشر فراكشن طب أنا لو روحت هنا مباشرة وعملت البارشر فراكشن على هادي مباشرة إيش هتلاحظ هتلاحظ اللي حيحصل عندي في الآخر حاجتين هانا حيطلع عندي ال A وال B تبعاتي أو خلينا نقول حيط 2 تين وزي الموجودة هنا هاخد الكويفيشن تبعاتها وبعده لو ما بد أجيب الانفيرس هلاحظ إيش الموجود عندي رقم على Z-1 ورقم على Z-2 الآن لما بدأ حط Z لهاي بدأ حط Z في الديناميناتر الزي تبعت الديناميناتر هادي عبارة عن إيش عن دليل السيستم لأنه هادي بدأ أطرح منها بواحد بدل ما أقول عندي مثلا يطلع عندي U to the K بدي يطلع عندي U to the K منس 1 وهان مثلا نفس الشي اللي حيطلع عندي حيطلع عندي delay في السيستم طيب الآن المرة اللي فاتت شفناها كيف بنعملها بدك تقسم وتضلك ماشي مع القسمة يعني قسمة مطولة اللي بنتكلم فيها الآن الطريقة الثالثة الانفيرجين فورميلا مثو أو الريزيو مثو هادي كانت تستخدم قبل يعني الكمبيوتر ما تكون بالقوة الموجودة عليها حاليا يعني الآن انت لما تعمل او بدك تعمل اي اي حاجة بتستخدم الكمبيوتر او حتى لما تجيب زي ترانسفورم البروغرام سهلت علينا هذا الحقيق في الزمنات ما كانت هاي العملية موجودة فكنا نستخدم هاي ونستخدم الريزيو في هذا المجال طيب لو جينا استخدمنا الريزيو مثل ايش اللي بطلع عندي فيها في المعادلة بتقول اي وكي وهذا شرحناها سابقا بسوان على 2 باي جي الانتغرال وهنا بنسمي الكمبليكس انتغرال او الاريا الانتغرال over a closed curve قاما اي وزي زي وكي منس واحد دي وزي وعندي جي هي الامجنري نمبر using the theorem of residue ايش بتها تساوي بتها تساوي ال E of K over يعني summation لكل البول تبعات E of Z Z K minus واحد وهنا الريزيو لا تبعتها في E of Z في Z K minus 1 has a simple pole of Z بتساوي واحد يبغى الريزيو at A ايش بيساوي Z minus A في E of Z Z K minus واحد Evaluated at Z equal A لو عندي multiple poles فانا اخذها حسب الملتبل واستخدم المعادلة الواحد على M minus واحد فاكتوري ال M derivative اللي عندي الموجود هنا Evaluated at Z equal واحد اخذ مثال بسيط وهذا موجود في الكتاب شرح اكبر ومفصل بس انا هنا احط مثال بسيط هاي الموجود عندنا given E في Z بدي ساوي Z على Z minus A واحد في Z minus 2 وانا عندي هنا كام واحد عندي 2 residues هاي واحد وهاي اثنين عندي الاولين Z equal 1 والتانية Z equal 2 لان اخذ هاي بدي اطبق المعادلة هاي مثلا الشغل اللي اشتغلته هان اللي هو بعطين المختصر هان تبعت هاي هاي المختصر هاي موجود عندي هان ايش هو الريزيديو اتوا واحد يساوي Z minus 1 هاي في Z على Z minus 1 في Z minus 2 هاي Z K minus 1 evaluated Z equal H 1 هاي 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 1 ماقص 2 بيعطيني minus 1 وال 1 K minus 1 ايش بدي يعطيني بدي يعطيني Z K على Z minus 2 هاي evaluate Z equal 1 هاي 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 1 تعطيني H minus 1 اللي طلع عندي في هذا المجال هاي الماينس 1 الآن لما نجي تعوض برضو نفس الشي هانا بدي تعوض لا ايش بدأ نفس الخطوة هانا يقول Z minus 2 Z على Z minus 1 Z minus 2 Z of K minus 1 evaluated at Z equal 2 ايش هلاحظ عندي هاي 2 K على 2 ناقص 1 2 ناقص 1 هي 1 هاي اعطتني 2 K وهاي المعاد inverse Z transform الموجود عندي بناخد break ونرجح كمان شوية نكمل في discrete convolution موسيقى موسيقى موسيقى